اقول لك معلومه كمان انه الاقرر او اللي وافق على سنفر محمد صلاح اولا the higher jift المعلومات من هناك والله احنا نقدر نعالج صلاح هنا بس الامكانيات اللي هنا متساعدناش بنسبة 100% فى سرعة الانجاز زيعني. طيب. هيبقى فيه مخاطرة. المخاطرة ايه? صلاح هي الحقيقة العم معانا او ما يلعبش الله واعلم. ام. حسب الجاهزية. ام. لما قالوا لهم في ليفربول قالوا لهم ليفربول بقى رد على على الدكتور منتخم مصر. قالوا الاشعاعات دي مش واضحة. الراجل ده ممكن يبقى عنده مزق من الدرجة الاولى. ام. تمام? لازم يعمل اشعاعات ويعمل مع اجهزة هنا. ام. فالأحسب بالنسبة لكم. انه يفضل هناك وعلى فكرة ليفربول ما كانش مسره. هما في مصر. اه. هيقولك نفس الجملة. اه. ما كانش فيه اسام ليفربول. هما كانوا بيعرضه. اه. عشان هما عارفينه ده حق منتخم مصر. بس هما رابطوا انه لازم المنتخب يوصل النهائي عشان صلاح يرجع ويلعب. لا لا خالص. حلو. ده هما حطين اطار زمني. اه. انه وارد انه يلحق النهائي او السمي فاينال. بس مش اكيد كمان. حلو. شوف انت شوف احنا دخلنا يعني انا في كل الاحوال. اه. انا بس التوقيت. واني القرار يطلع من عندنا احنا. ما يطلعش من. معاكب. اه. لو كان اتحاد الكرة مسلا. طلع امبارح بيان. وكل ما كانش اتكلم. انا هو لك بس. اتحاد كرة طلع بيان. انا مش بدافع عنهم. ايو لا صح. بالعكس ده هو الاسهل انك تنتجي اتحاد الكرة على محمد صلاح. اه. بس انا مش بدافع عنهم. بس لو طلع بيان امبارح. كنا هنجي نقول ايه بقى. قلتوا يا جماعة عايزين تشغلونا بمحمد صلاح دلوقتي. والمتخباء عنده مباراة بكرة مع كاب فردي. بزرقنا نركز مع المباراة بتاع. بزرقنا. 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 كان عمل الصحيف ايه. لك نستنى بعد مباراة كاب فردي ونتكلم. هو ده. هو ده الصح. اه. اللي احنا متفقين عليه. انا هو ده الصح. اه. اه. الغلط من عندهم هناك. انا ما عنديش مشكلة.